يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون السلام عليكم سبايا كيفكم شو اخباركم تمنوني عنكم ان شاء الله امركم بخير ان شاء الله وانتو عشوفو فيديو اليام تكونوا بألف صحة وخير ارجعتلكم بفيديو جديد ان شاء الله هيك يعجبكن يا راب بيكون فيديوهاتي كلهم هيك اول شي يعني هيك عبي سليكم وبيعطيكم المنفع ان شاء الله بيطبخه بكلمة باي شي وهون يا صبايا هيك فيديو اليوم ان شاء الله رح يكون عبارة هيك عن أكلة بيزا ان شاء الله بطريقة عجينة جديدة جربتها فهيك رحعطيكم رأي بالعجينة الجديدة اللي ساويتها ان شاء الله وهي يعني كي بدأ لكم انه غيرت المؤدير يعني بين العجينة البساوية قبل وبينها اللا فان شاء الله هيك انه تعجب كم الطريقة وراح اقلكن اذا طلعت طيبة او لا يعني اذا طلعت طيبة الله ما صلي عن نبي بقى لكم انه تجربوا ولا طلعت انه طريقتي الاول واحدة اطيب فراح اقلكن لا اخليكن عن نفس الطريقة لانا بنازل على طول احران اعطل من حوار الايكة اللا هي احتعال اشتركوا في القناة 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 يعني كنت حاب بأكل برا البيتزا انه هيك هوايات وجو حلو وعب بلعبوا الولاد وهيك فسبحان الله يعني انه ما اخط البيتزا ما اطعمتهم بالبيت وبعدين طلعت وهون كنت مجهزة كمان الله ما صلي على النبي انه مجهزة لصوص مشان البيتزا هلو صوص البنادوريا انه انا بس بحط له بصلاه ممكن تحطوله شوية التوم كمان بيطلع طيب بحط له اللهم صلي على النبي بنادوريا فلاف لخضرها ممكن تحطوا ملح بهار ودبس فلاف ممكن تحطوا شوي دبس البنادوريا شوي يعني انتول بتحبه وكمان حطيت هلو انا بحط اوقات بحط له زعتر اخضر بس انا بصراحة ما بحبه بزعتر الاخضر صوص البنادوريا قبدا يعني لما بساوي بزعتر اخضر ما بعرف ما بقابله ليش ما بعرف فهون ما حطيت زعتر اخضر يعني ساوت وهون مثل ما شايفين نسيت بعد ما حطيت الجبنة تذكرت انه صوص البنادوريا يعني ما بقى تنشال الجبنة معي فحطيت فوق صوص البنادوريا وكملت هلو مثل ما شايفين العجينة كتير رقيقة دوبا هيك سنت يعني عرفتو كيف مشان تتنفش وتطلع قطيب هلو عندي زوجي بحب كتير هيك رقيقة بس هلو انا اوقات بحب هيك تطلعت شوي تسماكية بتطلع بحسها بتطلع قطرة وقطيب بس هلو اليوم على طلب زوجي انه تكون كتير رقيقة العجينة دهنت هيك السوص بعدين حطيت اللهم اصلي عندي مثل ما شايفين كنت فارمي في ليفلي خضرية اللي عنت كونو اللي بتحبوه كنت فارمي مرتدلة هي مرتدلة تركية طبعا موسوية بتجي هيك مثل الاستواني الطويلة يعني استواني النوم فبقطعها هيك مربعات صغر وبحطها وكنت كمان في علبة فطر في الله ما صلي عن النبي جبني اشقوان مثل ما شايفين كمان انه بشرت في بليلة دراء كمان حطيت هلو اذا عندكن كمان في ليفلي حمرة بصير زيتون وعطون هلو انا عندي الزيتون صاير مكلس فما عندي الزيتون العادي فما حطيت زيتون لاني كتير الحبايي انه حجمه كبير فما حطيت والله فحطيت بس عطون والله بتشوفوا يعني ساوت صينية تانية انا بس فرجتكن انه بس هي اول واحدة ساوتها مثل ما شايفين بصحن البريكس انه مشان انه احسن انه تطلع مثل ما اكتلكون رقة كتير رقيقة تقريبا صنطي واحد فيعني منظرة طلع بشاهة كتير وكتير طيبة وما طولت ابدا بالفرن يا الصفايا تقريبا ما في نص ساعة كانت جاهزة بس للصراحة بعد ما طعمت الولاد تذكرت اني اصورها بالنهاية عرفتو كيف فهون كان بقيا تقريبا نص الصينية مو اكتر انه فصورتلك نص الصينية فعن جد عزروني لاني عن جد نسيت ابدا وكان ولادي انه كتير بيحبوا البيتزة عندي فوقت خلصت وطلعت من الفنة فورا طعمتهم بلدين تذكرت اني اصور وهيك هون مثل ما لكم شايفين هيك خلصت هون مثل ما بقولوا الرتوش الأخيرة وبعدين بعد ما خلصنا أكل رحنا على الحديقة بس ما صورت يعني اوقات انا كتير بصور انا وبالحديقة اولادا بيلعبوا كمان صورت لكم الفيديو سابق فولله ما صورت يعني انه بس هيك طلعنا تقريبا يا صبايا اكلنا وجليت وكنت مساوي شاي كمان انه شربنا شوي جنب البيتزة فما اخط معي شي ابدا فرحنا على الحديقة انا ما بشرب قهوة الاكسبرس ابدا كتير لاني ملا فزوجي قال لي شو رأيك ازيدة مبيت المبيت بكسر شوي المرارة فقلت له ماشي زيدة مبيت فلما زادة مبيت عن جد يا صبايا طلعت كتير كتير طيبة وكتير حبيتها فرحنا على الحديقة لما رحنا على الحديقة قال لي زوجي بتشرب قهوة اكسبرس احطلك عليها مبيت قلت له ماشي بشرب فرح جب لي اول كاسة ملية ما لم زبطة تاني كاسة ملية قلت له ما بتنشرب معي كتير مرح عطت له مبيض قال لي والله حتى لونه أبيض فقلت له قال لي اجب لي انه تالت كاسة قال لي quarterback جب التالت كاسة نفس الشي قلت له مو نفس اللي شربتها المرة الماضية يعني المرة الماضية عن جد طلعت كتير طيبة قال لي هذا هو غيره مو هو إنه غير زلمة ساولوا يا هالمرة بس عن جد اللي شربتها المرة الماضية بالروحة كتير كتير طيبة وراح أرجع أجربا إن شاء الله فهونيك مثل ما شايفين خلصت الصينتين وطلعت العجينة يا صبايا قلت لكم رح أعطيكم الرأي فالعجينة كتير طيبة وعن جد الخل واللبن عطوها نكهة كتير طيبة فبنصحكم نتجربوها وهيك مثل ما شايفين خلصتهم وحطتهم بالفرن ومثل ما قلت لكم ضلوا نص ساعة تقريبا وطلوا عن جد كتير طيبين وبنصحكم نجربوا الطريقتين أول طريقة أو تاني طريقة بالنسبة للعجينة ولهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلص بطمنى يكون عجبكم وحبيتوا لا تنسوني من التعليق والاشتراك بحبكم بالله وبأمان الله